اشتركوا في القناة ونقل المعبوت الخاص تحية الملك محمد السادس للرئيس التونسي قيس سعيد مبينا أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية لوزير خارجية المغرب منذ شهر مارس وأن جلالة الملك اختار أن تكون لتونس وأضاف أن الزيارة الشفاوية التي نقلها إلى رئيس الجمهورية تتعلق بالعلاقات التونائية وتطويرها وكذلك بالوضع الإقليمي والدولي جاء هذا بعد مرور 24 ثاعة فقط من زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى الجارة الجنوبية موريتانيا وهي الأولى من نوعها لوفد رسمية جزائري خارج البلاد بعد انتشار وباء كورونا في العالم وتعتبر زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري لموريتانيا الثانية من نوعها في أقل من ثلاثة أشهر لهذا البلد المغاربية ومنذ وصول الرئيس الموريتاني الحالي محمد ود الشيخ الغذواني تبدل الدبلوماسية الجزائرية جهودا حتيتا لتعزيز العلاقات مع نواكشوت وذلك من أجل ضمان عدم حصول أي تغيير في المواقف الموريتانية الخارجية من القضايا الإقليمية وعلى رأس نزاع الصحراء المفتعل حيث تعاول الجزائر على احتفاظ الرئيس الحالي بمواقف الرئيس الموريتاني محمد ود الغذواني حيث لم يكن يخفي هذا الأخير انحيازه لمحور الجزائر وعصابة البوليساريو مفاوضات بين إسبانيا وبريطانيا حول مستقبل جبل طارقة يعرف المشهد الجيوثي والجيوستراتيجي المجاور والإقليمية تحركات وتقلبات مهمة لديها انعكاثات مباشرة وعميقة على المغرب والتي تهم بالدرجة الأولى قضيته الأولى وهي الوحدة الترابية إلى جانب المصالح الاقتصادية والتجارية في عالم ما بعد كورونا وفق العديد من الخبراء المحليين والدوليين آخر هذه المستجدات التي لا تتار على أهمية القصوى هي المفاوضات التي انطلقت يوم أمس ثلاثة بين الحكومة الإسبانية ونظيرة البريطانية من أجل إيجاد وضع قانوني جديد لسخرة جبل طارقة التي تطالب مدريد باسترجاعها وتكتثي المفاوضات التي بدأت بين لندن ومدريد حول التوصل إلى اتفاق اقتصادي وتجاري وضاربية بخصوص ثخرة جبل طارق قبل الخروج النهائي المرتقبة للمملكة المتحدة يوم الواحد وثلاثين دجنبر المقبلة من الاتحاد الأوروبي على أساس الاتفاق الموقع بين بروكسل ولندن بخصوص البريكسل أهمية بالغة وتسع إسبانيا إلى استغلال المفاوضات الحالية التي تتم داخل الإطار العام للاتحاد الأوروبي للخروج بأكبر قدر من المكتسبات الاقتصادية والتجارية والضريبية في وفق تحقيق الثيادة المشاركة على الثخرة على المدى المتوسط دون التنازل عن حقها في استرجاع الثخرة لكن هذه التطورات تحيل إلى القولة المأسورة للملكة الراحلة الحسن الثاني سنة 1978 عندما أكد لمجموعة من السياسيين والاقتصاديين والصحفيين الإسبان أنه عندما تعود سخرة جبل الطارق إلى إسبانيا لن يكون من العدل أن تسيطر نفس القوى إسبانيا على ضفتي مديق جبل طارق في رسالة جامعة مانعة من الملكة الراحل على أن مستقبل الثغرين المحتلين ثبت ومليليا مرتبط بمصير جبل طارق وهو الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول التفاعل الرسمي المغربية مع التحركات الإسبانية والبريطانية الجديدة وتبرز بعض المعطيات التي أوردتها صحيفة الباييس نقلا عن مصادر حكومية أن لقاء اليوم يجمع بين ممثلين لوزارة الخارجية الإسبانية والحكومة البريطانية ووفد يمثل السلطات ثخرة جبل طارق مشيرة إلى أن هذه المفاوضات كان من المرتقب أن تنطلق خلال حالة التوارئ عبر تقنية التوصل عن بعد لكن أهمية الموضوع جعلت الأطراف المعنية تؤخره إلى حين إعادة فتح الحدود ويبدو من خلال العديد من التقارير والمصادر أن الهدف الرئيس لهذه المفاوضات هو وضع إطار اتفاق أو التوصل إلى مخطط عامل اتفاق قبل الـ 31 دجنبر المقبل بحيث أن هذا الاتفاق يكون دا طابعاً اقتصادية وتجاري والشماعية فيما تستبعد المصادر داثها طرح إسبانيا خلال هذه المفاوضات السيادة المشتركة على الثخرة أو استرجاعها لأن الحكومة البريطانية ترفض الفكرة كليا كما أن مواطنية الصخرة لا يرغبون في العيش تحت السيادة الإسبانية رغم أنهم مصرون على العيش تحت السيادة الأوروبية إذ أن 96% من مواطنية الصخرة صوتوا ضد البريكسيت وهو الشيء الذي فرد على لندن الجلوس إلى طاولة الحوار مع مدريد ورغم أن الاتفاق الجديد الذي يتم التفاوض حوله بين مدريد ولندن يركز على الحفاظ على حقوق ومكتسبات عشرة ألاف إسبانية يعملون في جبل طارق ومحاربة تهريب الضريبي وتبيل الأموال في الصخرة لأن تحولها إلى جنة ضريبية يضر بالاقتصاد الإسباني إلا أنه يتير الكثير من الجدل داخل البرلمان الإسباني وخارجه إذ أن هناك من يرفضه كالحزبين اليمينيين الشعبي وفوكس ومدافع عنهم مثل الحزب الشراكي وبوديموس الذين يعتبرانه خطوة مهمة في مصار استعادة الصخرة لكن الغريف في الأمر هو غياب ما يجري في الضفة الأخرى عن نقاشة الحكومة والأحزاب المغربية والإعلام المغربي كما لو أن ربط مصير ثبت ومليليا بمصير جبل طارق انتهى مع الملك الراحل الحسن الثاني وزعيم حزب الاستقلال محمد بوستة وزعيم الحزب الشراكية عبد الرحيم بعبيدة وحزب التقدم والاشتراكية في سيرة الأولى وهنا تستحضر قولة أحمد عصان في الخامس والعشرين يونيو عندما كان وزيرا أولا في حديثه مع صحيفة الباييث حيث قال مشكل الثغران يجب أن يعالج فيطار التفاهم وحسن الجوار مع مراعاة واستحضار دوما المشكلة المواذي والمماثل ثخرة جبل طارق وفي نفس السنة قال محمد بوستة لنفس الصحيفة إسبانيا احتلت جزءا من بلدي ولازالت تحتفل بأراضي مغربية يجب أن تدرك إسبانيا أن قولنا بمغربية سبت ومليليا ليس وليد اللحظة لهذا يجب البحث عن حل في إطار الصداقة والتعاون أما عبد الرحيم بعبيد فقال أواثق سنة 1977 إن السبت ومليليا ستتحرران رغم أنه يجب علينا أخذ الوقت اللازم أما الحزبة الشيوعية المغربية تقدم للشراكية حاليا فكان يردد أثناء زيارة الراحلة أدولفو سواريز رئيس الحكومة الإسبانية السابقة سنة 1977 قائلا نريد سبت ومليليا كلما كان ذلك قريبا سيكون أفضل وإذ كانت الحكومة المغربية والأحزاب بعيدة سياسيا عن النقاش الدائر حول صخرة جبل طارق فإن تحركات السلطات المغربية لثيما وزارة الداخلية وإدارة الجماريك والدرائب الغير المباشرة منذ غشي 2018 ينم في شق منه عن أن المغرب يراقب التحركات الجارية بين لندن ومدريدة وهي الثنة نفسها التي كانت تروج فيها الثيادة المشاركة على الثخرة فتلك التحركات الزامنت مع إغلاق المعبر المعبر الجمركي البرية بان انثار مع مليليا من أجل إنعاش ميناء الناظورة الجديدة كما قام المغرب أوائل أكتوبر الماضية بمنع كليا التهريب المعيشي من ثبثة ومنع دخول بعض الثلع إليها علما أن التقارير إسبانية حديثة أوردت نقلا عن مصادر المغربية أن الرباطة تريد الدخول في مفاوضات مع مدريدة في الأيام المقبلة حول إيجاد وضعية جديدة للثغرين في الجانب الاقتصادي وتجارية والسياحي والاشتماعي المغرب يعبر عن امتعاضي من تصريح الناطق بإثم الرئاسة الجزائرية ندد وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي ناصر بوريطا بتصريحات الناطق بإثم الرئاسة الجزائرية التي علق فيها على قرار المملكة ثحب قنصلها بوهران وأشر وزير الشؤون الخارجية إلى أن المغرب وأمام الخطور القصوى لتصريحات الناطق بإثم الرئاسة الجزائرية يعبر عن امتعاضه إذاء للدعاءات الصادرة عن ممثل مؤسسة يفسرد فيها أن تتحلى بحسن تقدير الأمور وضبط النفس وكانت تصريحات الناطق الرسمي بإثم الرئاسة الجزائرية محمد أسعيد اليوم التلتاء والتي وصف فيها القنصل المغربي بوهران الجزائرية بأنه ضابط مخابرات قد أثرت موجة من الاستياء داخل المملكة وعبر مستشارون برلمانيون في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم التلتاء عن تنديدهم بتصريحات المسؤولي الجزائرية معتبرين أن كلامه لا يليق ببلدين جارين ويتعارض مع الدعوة المغربية إلى بناء مغرب كبير